ألقى بتيل لعصاه فإذا المعجزات واردة وإذا التوافق المستحيل ممكن على الأقل في نظر أطرافه لا في نظر الشعب الذي لم يشهد للمجلسين سابقة اتفاق إلا بوساطة دولية بعدما نشره البرلمان واقعا في الجريدة الرسمية صوت مجلس الدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر ثم اندلع الجدل بعدها على بطلان الجلسة أو صحتها ليس بينه وبين خصومه بل بينه وبين أعضائه الشقاق وصل حد إصدار مقرر المجلس بيانا ببطلان الجلسة ورد عليه المكتب الإعلامي ببيان يؤكد صحتها وللرواية الأولى أنصارها وللثانية أيضا وفي التفاصيل نصاب الجلسة رآه مقررها في بيان الله غير متحقق عند الواحد وستين عضوا ساعة إقفال سجل الحضور الواحدة ظهرة حسب اللوائح الداخلية وأن وصف الطارئة لا ينطبق عليها ورد المكتب الإعلامي للمجلس باللوائح أيضا وأكد انضواء الجلسة تحت بند عاجلة وهي حالة مستثنى ويحق له إزاءها انتظار اكتمال النصاب أكثر من ساعتين وفق تعبيره نتيجة التصويت على التعديل الدستوري انتهت بنعم بأصوات أغلبية الحاضرين وللمعترضين حق اللجوء للقضاء يقول المكتب الإعلامي للمجلس وأكدا أن موقفه من الناحية السياسية هو القبول بالتعديل والمضي في تشكيل لجنة إعداد القوانين وعموما تجاوز العالم المجلسين ومن لهما كما ملهم الشعب إلى مبادرة أمامية تفتك مصير ليبيا من مركزية عقيلة والمشري إلى لجنة تضم ممثلين عن مكونات سياسية وأمنية ومدنية وتعيد القرار إلى سلطة تشابه منتدى جنيف السابق يوم تحانف الخصوم وتخاصم الأحلاف